طيب السلام عليكم دا كاترة دا يمكن كان اخر يوم الاستلام بقى الخطابات باذن الله الناس امتحانة بكرة وبعده بالتوفيق اه لكم جميعا اه هنلخص كده اللي كنا منقوله خلال الفترة اللي فاتت اه كلها الرايتنج لو نتكلم عن رايتنج الرايتنج تحديدا من الحاجات اللي نلسى بنجاحها عالية جدا الحمدلله فرصة النجاح في الرايتنج سهلة جدا جدا لو انت تصرفت صح بصوات شديدة انت محتاج تفل فيل الكريتيريا عشان تنجح في الرايتنج وده امر سهل واحدة واحدة كده ملخص برضو اللي كنا نقوله في التصحيح معظمكم ان شاء الله يبقى عاد في اللجنة وهو بيكتب الليتر سامع صوتي لو انت كنت تبركز في سماعة تصحيحك ويا ريت لو كنت بتسمع تصحيح زمايلك تبقى عاد في اللجنة بتكتب الليتر سامع صوتي في ودنك ده اللي كل زمايلك بيقوله اول حاجة اللي اوت درجة مضمونة اكتب تاريخ الليتر اليوم رقمين سلاش شهر رقمين سلاش السنة اربع ارقام سيب سطر فاضي هتكتب العنوان تبتدي باسم الشخص اللي انت بتخطبه بالكامل الفيرس نيم واللاس نيم وقابل الطايتل بتاعه دكتور مسلا ايان يكن بقى الطايتل بتاعه الموجود ايه لو مش مديك اسم خلاص ما تكتبش لو مديك اكتبه تحت هتكتب التخصص لو هو مديك التخصص لو مش مديه لك بتكتبوش لكن لو مديك تخصص الشخص اكتبه بعد ان اكتب تحت كده رص العنوان بنفس الترتيب الموجود في الكيش نوز لكن تحت بعض ومش جنب بعض بعد العنوان سيب سطر فاضي واكتب تاريخ الليتر يكون مديه لك بوضوح يعني في الامتحان مؤخرا غير الماتير اللي اتمران عليها بقيت تيجي لك واضحة جدا يقول لك today's date is kaza ومديك تاريخ النهاردة اكتب سوري احنا كذبنا التاريخ انا اسف يعني بعد كده داتي بالسالوتيشن dear title last name dear doctor عادل مثلا مش دير دكتور احمد ولا دير احمد عادل ولا دير عادل لا dear doctor عادل dear title last name بين R تحتها R E نوتين فوق بعض كولون اسم العنب الكامل وقابله التايتل Mr. Mrs. مش عارف ايه لو طفل ومش هتحط التايتل الا لو هم اديلوا تايتل احيانا وبيدي الطفل في الكيش نوز تايتل اللي كيش نوز تعمله عمله انت تمام ونصيحتي اكتب السن هنا واخلص منه فيه ناس بتحب تكتبه في الانتروداكشن مفيش قدنة مشكلة لكن نصيحتي اخلص حتى عشان ما يتعدش عليك في الورد كاونت اكتب السن لو تكتب السن يبقى regarding R E مثلا Mr. أحمد عادل كما وراها على طول aged 35 يا اما لو مديك date of birth ممكن تكتب تحتها date of birth يبقى regarding Mr. أحمد عادل تحتها DOB والdate of birth فيه على فكرة فيه variance كتير قوي فيه بدائل كتير جدا اللي أنا بقوله ده سأنا بحاول بقى خلاص اخش الانتحان عشان ما تعطيش تفكر كتير ثبت اللي يتثبت حطينا الكلام ده هسيب سطر فادي وتكتب الintroduction introduction الجيد introduction concise ما فيوش راغيه كتير يا دوب على قد ما هتقول الpurpose والunique identity هتاخد الpurpose copy paste من الكيش نوز قالك assessment and management اكتب assessment and management ان احنا محتاجين assessment and management مثلا for the assessment and management are required would be appreciated كله عاد فيك ويكتب بالطري اللي بحبه بس تحط الpurpose زي موجود في الكيش نوز طرح ما هو مديك purpose واضح وصريح في الكيش نوز مش مديك purpose واضح وصريح في الكيش نوز اتقول your kind care is required واخيرا ال unique identity لو انت شاكك في تشخيص معين لو main complaint بتاع العيان حسب الحدود تمام بعد كده بتسيب سطر فادي تكتب تكتب بقى الparagraph بتاعتك سيب ما بين كل paragraph وparagraph سطر فادي في النهاية اكيد ال closing phrase ما تنسوهاش احفظوها كده واكتبوها كلكم كده should there be any queries comma please contact me كده كده دي ما بتتعدش في ال word count خد اكوبي بيس زي ما هي وخلاص وتحتها yours sincerely لو انت عارف اسم اللي انت بتكلمه yours faithful لو انت متعرفش اسمه وتحتها كلمة doctor فقط احيانا بيديك انت اسم اسمك انت شخصيا بدل كلمة doctor دي هتكتب الاسم اللي هم ادو لك ده نادر اللي ما بيحسب بالنسبة ال organization اللتر لو urgent امتى اللتر تبقى urgent لو انت بتخاطب emergency department او اذا كان قالك في plan او writing task كلمة urgent او acute او حجم المرادفات بتاعته طب لو اللتر urgent يبقى لازم تحطيه كلمة urgent في ال introduction وتبتدي بال current situation اللي انت بتسموها زيارة النهارده الوضع الحالي للعين لو اللتر مش urgent رتبها زي ما انت عايز لكن بشرط رتبها زي ما انت عايز لكن بشرط بعد ال introduction على طول خش في الموضوع المهم خش تكلم في اللي انت بعت عشانه في مواضيع تانية بتبقى مواضيع فرعية relevant لازم تتقال بس مش ده اللي انت بعت عشانه دلوقتي يبقى خلص الاول اللي انت بعت عشانه دلوقتي بين نوهلي عن اي مواضيع فرعية انت محتاج تنوه عنه طفانة محلوة جدا فالناس له طب chronological chronological طالما اللتر مش urgent ينفع لكن انتو فاهمين chronological غلط chronological مش انا رتب كل الزيارات اللي في الكيش نوتز بنفس الترتيب الزمني لا انا الاول بستخرج المين ايشو الاول بستخرج الزيارات اللي فيها الموضوع الاساسي اللي انا بعت عشانه وردت بدول ترتيب زمني مش ارتب كل حاجة ترتيب زمني ده بالنسبة للorganization اخيرا يا جماعة اللغة الاويت اخر مرة اقولها لكم الاويت هو امتحان توظيف لغوي مش امتحان استعراض لغوي الايلز امتحان استعراض لغوي الاويت امتحان توظيف لغوي هو عايز يشوفك لما تيجي تخاطب زميلك لما تسافر ان شاء الله بالسلامة هتعرف توصل له بيانات ومعلومات حالة العيان بشكل واضح وصحيح ولا لا المهم عندي الصحيح مش الحلو مش مهم تكون الجملة حلوة احنا مش بنستعرض مش مهم الجملة تكون حلوة مهم الجملة تكون صح مهم الجملة تكون صح اختار اكتر شيء بسيط بالنسبالك وسهل وصحة متأكد منه واستخدمه وبالتفاق لكم جميعا ان شاء الله